بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا القرآن يبنينا القرآن يبنيني يبنينا جميعا ويبني كل واحد فينا هذا هو ما سرنا حتى وصلنا إلى اليوم يوم التسعتاشر واليوم العشرين اللي احنا بنتكلم فيه عن معاني ما بتكونش غير موجودة مع القرآن الكريم القرآن يبني كل واحد فينا احنا سرنا مع القرآن الكريم لغاية ما وصلنا إلى المجال الرابع من مجالات البناء لأن القرآن الكريم بيبني فينا كل المجالات اللي ممكن نحيا بيها لأن القرآن حياة احنا فهمنا لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا الصحابة بإني كان قرآنا يمشي على الأرض إنهم بيقولوا إن القرآن حياة فاحنا فهمين أن القرآن حياة وعشان كده القرآن يبنينا يعني يبني حياتنا بكل مجالاتنا بنى زوتنا في الخمس أجزاء الأول ثم بنى بعد ذلك أسرنا في خمس الأجزاء اللي بعدها وبعد كده بنى العمل والآن يبني العلاقات وبنختم بناء العلاقات بدأنا في بناء العلاقات مع القرآن الكريم لما كلمنا عن أول لبنة من لبنات القرآن من أول لبنة من لبنات العلاقات وهي لبنة مهمة جدا وهي لبنة التقبل فكانت أول قيمة من القيم في مجال العلاقات انتقلنا طب والعلاقات محتاجة إيه اللي يتشبك نشبك بيها مع العلاقات مع التقبل السواسية عشان كله يبقى على حد سواء في مسألة العلاقات فكانت السواسية فنبقى متساويين في العلاقات طب بعد كده محتاجين نتشارك فكانت التشاركية كانت اللبنة الثالثة هي التشاركية ومبالح تكلمنا اه احنا تقبلنا سواسية تشاركنا لازم نعمل ايه عشان علاقة تستمر الصيانة عشان ايه بقى عشان يحصل اهم حاجة في العلاقات وتكتمل منظومة العلاقات مع القرآن الكريم يبقى احنا محتاجين ايه ان احنا نستثمر العلاقات النهاردة نتكلم عن قيمة استثمار العلاقات والقيمة دي اللي بتكلمنا عنها الاية رقم عشرين في سورة القصص في قولي تعالى قالت احداهما يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين يبقى ايه اللي بيحصل شوف العلاقة استأجره لانه فيه صفات مميزة هذه الصفات المميزة تجعل هذه العلاقة اللي هي علاقة الاجارة او حتى علاقة المعرفة توصلنا الى ان احنا يبقى معانا نوع من انواع متان العلاقة واستثمار العلاقة في اشياء في حالة من حالات استثمار العلاقة انسانيا وايضا حياتيا فالاستثمار هنا في الاية استثمار انساني وحياتي من كل بكل اشكاله وعشان كده لابد يكون الانسان عنده جدارات في العمل عشان الناس تقدر تستسمر علاقته بيه من خلال هذه الجدارة فالناس اللي بتستسمر بغير جدارة مش بيقدروا يسيروا في مرضات الله سبحانه وتعالى زي ما بيلموا الفلوس من الناس وبيستثمروا فيها ومما مش قادرين لأ ده احنا لازم كمان نستثمر العلاقات في اصحاب الجدارات هنا الاية بتعلمنا حاجة مهمة جدا عايز تستثمر في العلاقات بتاعتك استثمر في اصحاب الجدارات يعني ايه اصحاب القدارات اللي عندهم مهارة اللي عندهم قدرات فعلا ممكن يخلوا الحياة افضل ممكن يضيفوا قيمة اضافية في الحياة الجدارة يعني ايه جدارة القدارة يعني السلوك ظاهر منضبط يمكن قياسه يوصل إلى النتائج بكفاءة وفاعلية القوة والأمانة كما كانت في حالة سيدنا موسى بوضوح سيدنا موسى كانت عنده قدارة وعلى ذلك جاء على لسان من سيدنا شعيب إن القوة والأمانة فقال المفسرون إن الرعاة كانوا لما بيخلصوا سقيا أغنمهم كانوا بيضعوا على فم البئ سخرة عظيمة لأسباب كتيرة بقى مش هي دي المكان اللي احنا نشرح فيه فبيقوا البنات يسقوا أغنمهم من المياه المتبقية من السقاية الرعاة لأنهم ما يقدرواش يرفعوا السخرة ولا يزحموا الرجال في السقاية اللي ضعفوهم فلما سيدنا موسى شفهم وعرض عليهم المساعدة راح رفع السخرة لوحده علي وعلى نبينا الصلاة والسلام رفع السخرة لوحده وسقى لهم الغنم ورد الحجر مرة تانية منظر بالنسبة للبنات منظر مهيب هي بتشوف الرجالة مع بعضهم بيشيروا السخرة ييجي سيدنا موسى يرفع السخرة لوحده كده ايه اللي حاصل فشافت ابن سيدنا شعيب قوته في رفع الحجر وتمكنه من سقاية الأغنم من غير من غير مغنم واحدة تقع في البير فشافت الكلام ده فشافت قوته ايه اللي حاصل فبقت عنده فهم واضح انه هو قوي هو صاحب كفاءة وصاحب بنية جسدية تمكنه من العمل حتى لو كان العمل ده شاق وبقت كمان شافت امانته كمان لما قصت الخصة لما هو مشي وكان بيدلها بتدله على الطريق لذلك قررت ان هي تقول لوالدها اللي حصل ده كله وتعرض عليه ان هو يستأجره فلما ولدها شافه ولقى انه على خلق وصاحب جدارة ايه اللي حاصل اكيد لازم دي علاقة لازم تستثمر فايه اللي حاصل فقرر ان هو يستثمر في علاقته به ولا يكتفي بعمله نعمل بها ايه نستثمر بقى العلاقة ايه اللي حاصل رح عندها رح مجوزه بنته اه ده استثمر في العلاقة واحد جدير واحد صاحب اخلاق نستثمر العلاقة ونخلى العلاقة تمتد وتتسع وتبقى كمان في علاقة اسرية وكمان العلاقة تمتد كمان تبقى عائلة جديدة فكل ما استثمرت في علاقاتك كل ما كانت نجحة لكن الاستثمر لازم يكون عن بحث وتقييم دقيق فتخلي كل شخص في المكان اللي يقدر يبدع فيه فلو كانت مدرس وعندك تنميش شاطر في الحساب شجعه وسعده ينمي ده وجهه الى الكلية المناسبة لقدراته وشجعه زي ما كان لو عندك طريب شاطر في العرب شجعه كمان على القراءة وشجعه كمان على الكتابة وشجعه كمان على انه يبدع وممكن مفيش مانع ان انت تساعد وانه يتعلم الشعر وكمان يبدع في ده وممكن يبقى دوة وحلمه من غير ما انت اللي تضع له حلمه لكن ساعده لازم نتعود عندنا ان احنا ننمي جدرات الناس ونبني ونبني علاقتهم بناء على هذه الجدرات لان كل ما بنعمل ده بتنتج انتاج حقيقي في المجتمع شوف كده استئجار القوي الأمين هيعمل ايه هيعمل مجتمع متماسك ومجتمع صاحب وعي وصاحب قدرة وعشان كده لازم نستثمر النجاحات في العلاقات عشان الناس تحس انك قيمة مضافة في حياته وعرف انه مش مطلوب منك بتعرف كل حاجة ياريت نفهم ده ياريت كل واحد فينا نفهم ان احنا محتاجين بعض ومحتاجين نستثمر بعض لان احنا مش كل حاجة بنعرفه فلما نعرف قدرات بعض ونركز عليها ويساعد كل واحد مننا التاني المجتمع يتماسك بهذه الطريقة لكن لما نكون حسين بان احنا بنعمل كل حاجة او ان احنا كلنا لازم نعمل كل حاجة مش هنقدر نقدر جدلات بعض ولازم نكون فاهمين ان علاقتك ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى وهو اللي بيحفظها لك ورزقك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظه وعشان كده لازم نتعود على ده ولذلك تعالوا نشوف ايه الاجراءات اللي احنا ممكن ببساطة نقدر نوصل بيها الى ان احنا نعيش ونستثمر جدلات اول حاجة كل عمل بتعمله في علاقاتك اسأل نفسك قابله عن الجدلات الخامسة عن معايير الجودة الخامسة معايير الجودة الخامسة ان العمل اللي انا بعمله ده هل لي جدوى ولا مالوش جدوى تاني حاجة انا جدير بيه ولا مش جدير بيه يعني عندي جدارة فيه ولا لا تالت حاجة انا قادر اعمله بجدية ولا لا رابع حاجة هل انا قادر احافظ عليه ان هو يكون في جودة ولا لا واخر حاجة هل لما هيطلع من ايدي هيطلع وهو بيشتمل على جمال ولا لا لو عارف ده وعرفت تجاوب على الاسئلة دي وقادر تعمل العمل بالشكل ده اكيد العمل ده هو اللي ممكن يكون قيمة اضافية في المجتمع غيره من الاعمال مش هتكون كده احنا لازم نركز على الاعمال اللي فيها عنوين وجدارة ولازم تجرب دايما ان انت تعمل شيء جديد مع احبابك عشان تكتشف قدراتك لان انت لو عملتش ده هتفضل عامل زي الكنز المخفي محدش بيستفيد منه كل ما تجرب مع احبابك شيء كل ما يكون احسن تالت حاجة اطلب من شخص عزيز عليك ان هو يقول لك نصيحة تطور من علاقاتك مع الناس وتفضل انت دايما في تطوير دائم ومستثمر لعلاقاتك في مجالات جديدة في حياتك هنكمل الكلام عن اهم لبنة من لبنات اللي بيناها فينا القرآن الكريم في علاقتنا ويالبنة الاستثمار لبنة الاستثمار دي من اهم اللبنات اللي بتحسسنا قد ايه نعمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة وليست لها حدود استثمروا استثمروا قدراتكم واستثمروا علاقتكم تروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتروا بفضله بعد الفاصل نكمل الكلام عن الاستثمار وكمان نتلقى اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه اسئلتكم المباركة وتفضل الجسر الممدود بنا بالنور عشان تفضل مجالس العلم وخاصة في الشهر المبارك ممتدة عشان نذكر في الملأ الاعلى ان شاء الله بمجالس الذكر احنا تكلمنا النهاردة عن لبنة مهمة جدا 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 بنختم بيها لبنات بناء القرآن لعلاقتنا كانت اللبنات هي التقبل ثم بعد كده السواسية ثم بعد ذلك التشارك وبعد كده كمان كانت اللبنة لبنة الصيانة وختمناها بختام المسك في مسألة العلاقات بلبنة الاستثمار لازم نعرف ان الاستثمار ده مش عيب في العلاقات لكن العيب في العلاقات هو الاستغلال العلاقة لما تكون فيها استثمار ان احنا نخلي العلاقات تفتح لنا مجالات رائقة وفائقة في العيش ده شيء مهم جدا جدا فالناس اللي بتعمل مع بعض وبتحاول بقدر كانت تستثمر علاقتهم مع بعض ده شيء مهم جدا جدا ولذلك لما قالت يا أبا تستأجر ان خير من استأجرت القوي القوي والأمين ده معنى مهم جدا 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 كان حقيقي في مسألة العلاقات ولذلك هو مش بس استثمر العلاقة بأنه استأجره لكن كمان جوزه بنته وكان دوت نوع من أنواع تمتين العلاقة بينهم ما كانتش علاقة بس علاقة مادية لكن كانت كمان علاقة إنسانية احنا نقدر نعمل ايه عشان نقدر نستثمر علاقتنا طول الوقت اول حاجة اي حاجة بتعملها لازم عشان تستثمر علاقتك وتأكد ان العلاقات بتاعتك علاقة جيدة طب انا فيها خمس معايير من معايير الجودة ومعايير الاتزان مهمين جدا هم اولهم حرف الجيم انا بسميهم 5G اول حاجة ان انت تأكد ان علاقتك طول الوقت ان علاقاتك او اي حاجة تستثمر فيها علاقاتك تكون بتشتمل على جدوى يعني ما تعملش اي حاجة في استثمار علاقة من علاقاتك ما لهاش لازمة وما لهاش اهمية لان انت لو عملت ده ده مش هيعتبر استثمار حقيقي الحاجة التانية حاول بقدر الامكان ان انت لما تيجي تستثمر علاقتك استثمر علاقتك في حاجة انت عندك جدارة فيها القوي الامين تذكر دائما القوي الامين يبقى انت تستثمر حاجة انت عندك جدارة فيها عندك مهارة وعندك قدرة فيها الامر التالت ان انت لما تيجي تستثمر علاقتك لازم تستثمرها في حاجة وانت في مليان جدية ما تسيبش الجدية بتاعتك لازم تكون جاد ما يبقى مفيش تراخي فيه نوع من انواع الحرص الشديد على ان استثمر العلاقة رابع حاجة لازم تراقب جودة الحاجة اللي انت بتعملها دي لان انت لو مقبضش جودتها انت مش هتبقى بتستثمر استثمر حقيقي اخر حاجة في حاجة الناس بتغفر عنها جدا جدا من معايير ان العلاقات تكون استثمرها استثمر حقيقي ان العلاقة تبقى جميلة ان العلاقة يبقى فيها جمال اي حاجة انت بتعملها وبتفتقد الى الجمال هي في الحقيقة بتفتقد الى ايه بتفتقد الى الاتزان ده كله لازم نضيف اليه كمان حاجة مهمة جدا ان انت تجرب دايما حاجات جديدة مع اصدقائك تجرب ان انت تكتشف وتجرب قدراتك وتجرب مهاراتك وتستثمر العلاقات دي لان هما هيكونوا مساعدين لك في مجالات اخرى جديدة زي واحد يعرف يدرب يشوف مجال تاني يدرب فيه يشوف مجال تاني يعمل فيه يجرب الكلام ده مع اصدقاء وهم يديلوا الفيدباك وعشان كده دايما اقول لحضراتكم الاجراء التالت هو ان انت تشوف حد عزيز عليك يديلك زي ما بيقولوا يديلك الانطباع عن ادائك ويديلك انطباع استثمارك لعلاقتك لان ده عايكون مخلص ليك وعايكون دايما ده نوع من انواع فتح مجالات جديدة ليك ويكون ده نوع من انواع ضبط استثمارك لعلاقتك اذا عملنا ده انا اظن ان علاقتنا ان شاء الله بكل هذا بالتقبل بالسواسية بالتشاركية بالصيانة وكمان بالختام بالاستثمار علاقتنا عتكون في خير حال وتكون باب من ابواب فتح ابواب الجمال على الرب سبحانه وتعالى المتعال يا رب اجعل علاقتنا دايما في مرضاتك وفي محبتك وفي الاخلاص وفي النعمة وفي السعى يا رب العالمين تعالوا نشوف اول سؤال وصلنا النهاردة مين معانا النهاردة السيدة محسن ام محسام السيدة محسام من القايرة تفضل يا محسام نعم عليكم رحمة الله وبركاته زي حالتك حاجة نعم وفضل الحمد لله الحمد لله معلش انا عندي سؤال بخصوص انا عندي دهب طيب دهب لي ودهب كنت انا جابال بنتي طيب وهو مش كتير يعني بس انا فاكر النساء لما اشتريته كنت بادفع عليه زكا وفي حاجات اشتريته مؤخرة ما دفعتش عليه الزكا فمش هارفة ادفع زكا على كله ولا ايه ولا كل السنة ادفع عليه الزكا ولا ايه النظام مش فهم طيب عفهمك يا حاج بس يا حاج انت الدهب ده دهب ده صيغة يعني اذا كان الدهب ده صيغة حاج محسام فاذا كان الدهب ده مصاغ يعني معلوه الزكا اذا كان الدهب مصاغ بتبسيه انت وابنتك ما تدفعيش عليه زكا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك وان شاء الله يزيدك فضل ونعمة يبقى حاج محسام يبقى لازم احدا نعرف اذا كان فيه فرق ما بين الدهب اللي انا بجيبه ده عشان يبقى دهب للزينة وفيه دهب تاني الناس بتجيبه اونس وبتجيبه فيه شكل سبايك السبايك دي والانس دي اللي ما بتتلبس اللي هي بتتجاب عشان نحط فيه الفلوس ونختزن فيه الفلوس هو دهت اللي بيطلع عليه الزكاية مش الدهب اللي هو المساخ السيد محمد بن بن سوفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام حضر حديقي طيب بصحة وبسلام كما عندي كده سؤالين تفضل انا مضاعمة الفاتح كنت بفتر وبعد سوايا كنت كمان في ايامي في تربي بجمع زوجاتي طيب يعني توب الى ربنا واستغفر ربنا ان انت بتعمل الكلام ده في نهار رمضان كمان يبقى انت عتعد الايام دي الايام اللي انت كمان عادي فيها ديت عتعد الايام مش فكنا بالزبط كم يوم يعني بالزبط لازم لازم تعدهم لازم تعدهم وبما غلب على ظنك ويبقى كل يوم ده هتصوم عنه هتصوم عنه ستين ويوم تاني بدل عن قضاء عن ده هيبقى واحد وستين طب انت اسمع بس طب انت مش قادر ده كاتر عاولوك مش هتقدر تصوم كل الاعداد دي كلها هتعمل ايه هتطلع عن كل يوم هتطعم عن كل يوم مسكين يبقى بعد كده يبقى ستين مسكين عن كل يوم ويبقى يوم تقضية عن اليوم اللي انت افطرته وتضرب ده في عدد الايام اللي يغلب على ظنك ان انت افطرت فيها بالجمع واضح معانا يستاذ احمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد احمد قل اللي احترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل فانتم منبع العلم واغلي الله يرضى عنكم تفضل يا سيد احمد كلنا عام وحضراتكم بخير مع حضراتكم محمد الرجم وقال بشبرى الخيمة تفضل يا سيد احمد ابني يقيم معي في معيشة واحدة طي وله زوجة طي وابناء طي فهل يعني النفقات بتبقى واحدة فهل فرض علي ان اخرج زكاة عنه وعن اولاده دلوقتي النفقات واحدة يعني انتم عايشين في بيت واحد بس هو بيسام في مصور في البيت ولا لا بيسام يا دكتور يبقى ايزا انتم بتتشاركوا بتتشاركوا في النفقة مش ان هو انت بتدفع ونفقته عليك انت لو كانت نفقته عليك انت هتطلع عنه زكاة الفطر لو انه نفقته مش عليك انت وهو مستقل وهو شخص خلاص بلغ واستقل وبيكتسب وكده يبقى هو بيدفع الزكاة لي ولما انتجب عليه نفقته يعني لي ولأسرته يعني احنا لو في بيت سواء كان في بيت عيلة او في او 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 احنا ساكنين في بيت في شقة واحدة وهو بينفق على على أسرته وعلى أولاده وهو يجب عليه انه ويدفع زكاة وهو وزكاة من ينفق عليه من أسرته استاذ محمود من القاهرة يتفضل على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لكاته استاذ محمود لو سمحت يا شيخ انا والدي تعبان والدي تعبان باني ادي له السحة يا رب اجمع له انا تمام الاجل والعافية امين يا رب والذكرات رأي لي له ان انت ما تصومش وهو مش راضي ما يصومش اه تمام هم فعال عشان عنده وراء طيب وبعدين يا سيد بتسأل فانا انا عاود اطلع عنه كفارة لما التمانية لما التلاتين يوم دولت فاني مش عارف اطلع له ايه بصراحة انا قلت انه كلمتي شيخ عندي في الجامع خليك بس اسمع خلينا خليك انت دلوقتي بتسأل دلوقتي ان انت دلوقتي عايز تطلع عن التلاتين يوم اللي هو وفترهم يعني التلاتين يوم دولة هيبع عن كل يوم عن كل يوم اطلع عشرين جنيه يعني هتطلع 600 جنيه عن الشهر كله خلاص يا سيد محمود يبقى هتطلع عن الشهر كله 600 جنيه 20 جنيه عن كل يوم موما الناس ما تتلغبطش في فرق ما بين فضية الصيام ودهت للناس اللي ما بيقدرش يصوموا خالص يبقى ده للناس اللي ما بتقدرش تصوم خالص الدكاتر قالوا له مش هتصوم تاني لازم يا حج محمود يكونوا قالوا له مش هتصوم تاني مش قالوا له انت تعبان دلوقتي وافطر وصوم بعد رمضان لما تخف يعني ولما تعدل حالة الصحية اللي انت فيه مين اللي هيطلع الفدية اللي مش هيصوم خالص مش هيصوم خالص قدرة الفدية بأقل حاجة 20 جنيه 20 جنيه في 30 هيبقى هايبقى 600 جنيه نعم معنا استاذ محمد من العليوية انا وعليكم عليكم السلامة وحدكاته استاذ محمد تفضل ازاك يا شيخ كل اسلام حضرتك طيب حضرتك طيب يا فأنت عندي سؤال واحد عاوز استفسر او تفسير اية معينة تعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم طيب عاوز تفسير الاية دي وخاصة هل المقصد هنا بالازواج الازواج او بالزوجات طيب وهو كذلك طبعا الاسئلة دي بتبقى فيها رسائل مبطنة يعني ايه اللي حاصل بيكون واحد عايز يقول الكلام ده ايه لزوجته او كلام ده لزوجها فتيجي تسأل الاية دي ماشى للازواج الزوج في القرآن الكريم ينفع يطلق على الزوج والزوجة لان الشخص اذا تزوج احنا عندنا انسان بيبقى فرد او زوج يطلع بقى ده ذكر او يطلع ده انثى اسمه زوج طيب الكلام عن الازواج الكلام عن الازواج الله سبحانه تعالى هنا مش بيقول ان لازم الازواج يبقى فيه عداوة لكن بيقول ايه ان بعض الاحيين لما الناس ما يلتزموش باداب العلاقة اللي فيها قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ادي اول حاجة وجعل بينكم مودة ورحمة اذا ما حصلش ده وبدأ الازواج يتعاملوا مع بعض بغير الهدي وبغير الهدى ايه لا يحصل بغير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير الهدى ايه لا يحصل يتحول التعامل معهم ما بينهم وكأنهم اعداء بتجينا في جلسات الاشياء الزواجي شيء يتضح فيه تفسير هذه الاية تقول ده بيتعامل معايا كأني عدوته وهو يقول ده بتتعامل معايا كأنها عدوتي اه يعني عندما متى بقى اذا تحاول الانسان ان يكون عاونا لك عاونا للشيطان عليك او تتحاول ان الانسان يخرج اسوأ ما فيك وكأنه بقى عدو لك وليس معنى انه بقى عدو لك ان دوت نهاية المطاف اتي اول حاجة وليس انه عدو لك ان دوت خلاص وانت لازم تتخذ عدوة لا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم انت المفروض لو حصل ان انت استشعرت ان في عدوة بينك وبين زوجتك او استشعرت ان في عدوة بينك وبين زوجك ادفعي بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فيصبح الذي بينكم هو المودة والرحمة وليس العدوة هو دوت اللي مطلوب في الاية نعم استاذ ابو احمد من شبرا ايوة اتفضل يا سيدة ابو احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عليش سؤال خصوص يا دكتور عاوز رقم تليفونك اعدي لحد هذه رقم تليفوني بس كمان لو اني انا عندي طلب خصوص ان انت توطر التليفزيون وتسمعني من التليفون شارت حاضر حاضر يا مولان حاضر 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 طيب انت تبقى لسه عندك سؤال يا حجاب احمد ولا ايه ايوة سؤالي كده انا عند انت عندك استفزار استفزار خاص وعايز رقم تليفوني يعني يدل حاضراتك رقم تليفوني من الكنترول فيه سؤال تاني غير السؤال الخصوصي ده طيب حجاب احمد لو عندك سؤال تاني غير السؤال الخصوصي ده ابقى اتصل به طيب يا سيد احنا بس لازم واحنا منتكلم بس على مسائل دايما فيه حيات اللازم نوضحها لان الارقام ساعات الناس بتتلغبط في الارقام بتاعت الفدية وكمان زكاة الفطر لازم نقول ان زكاة الفطر قدرت بتلاتين جنيه لكن الفدية قدرت بعشرين جنيه والاتنين دولة دولة الحد الادنى اللي عايز يزود بيزود ولكن ده الحد الادنى عشان يقدر الجميع يقدروا يعملوا كده مين معانا؟ معانا الستاذ محمد من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة البركاته حضرتك بس فيه سؤال أنا زوجتي مريضة نعم بنجمع لها بأن تمام بالأجر والعافية يا رب الله يخليك ما تحرم بشي من حضرة ده طبعا وطبعا عايز اطلع الله جديد البطار بتاعتها تمام؟ لا انا بسمعه مش بس ايه اللي ايه اللي حصل؟ هي مريضة وتفتر خلاص احنا عايز تطلع الزكاة بتاعتها هي معانا هو شوف لن لسه بقولي انت عايز تطلع الفدية بتاعتها مش الزكاة الفدية مش صح؟ اه اه ايه تمام احنا هل تجوز هل تجوز هل عندي بنتي مريضة بنتي مريضة اه فهل تجوز انا هدي الزكاة دي لبنتي ولا لا احنا دلوقتي بس خلينا نسأل سؤال هي دلوقتي الدكاترة قالولها مش هتصوم تاني خارس خارس اللي عندها جلت خارس دي مستزكاة ده اطعام مساكين يعني اطعام المساكين والاولى ان تعطيها لأحد مسكين لان اذا كانت بنتك دي انت اللي بتنفق عليها فكأنك اديت الفدية لك انت فالاولى ان انت تضيها لحد تاني غيرك نعم يا سادة بنعيد الكلام تاني يا سادة لازم نفرق ما بين الفدية وما بين الزكاة الزكاة هذه الله سبحانه تعال جعلها طهرة للصيام من اللغ والرفث اللي بيحصل من الناس دي ادفع لابد ان الصيام يطلع كده نقي عشان كده بندفع الزكاة اما الفدية بتكون لنصنف خاص من الناس اللي هم مش هيقدروا يصوموا خالص الحاجة من القاهرة تتفضل ايوه اتفضل يا حاجة حاجة ممكن بس اطمع بس عشان بس بداية الكلام كده نوطي التلفزيون ونسمع التليفون انا هسأل في حاجات بسيطة جدا اوه انا بس عايز بس حضرتك لو تقدر توطي التلفزيون وتسمعيني بالتليفون لا لا ده هو بيقول وطيه كمان لان انا هو ما اتكلمش معي عشان ثانية واحدة حبيبي حاضر ايوه معاك تفضل اتفضلي حاجة حضرتك بتقول لي فيه حد متوفي عايز تسألي سؤال عنه ايوه اتفضلي حاجة اقول لك انت يعني ويا جماعة بعد اذن حضرتكم اهم انا حضرتك قوليلي انا معاك اوه ويا جماعة لو سمحتوا اذا ان شاء الله نحاول نكتب السؤال بعد كده اتفضلي حاجة يعني انت هقولك وانت تقوله يعني ولا ايه لا انا هو انا انا هقوله انا انا نفسه مع حضرتك اوه يا حاج طيب اقولك يعني ولا استنى ما اقوله لا اتفضلي حاجة اسأليني لو تكرمت علي اتفضلي حبيبي شوف انا ليه واحد متوفي مش بعيد يعني هو جوزي بقاله تلاتة وثلاثين سنة طيب يا حاجة ما زلت حزينة وكل ما بتكره بعيد حلها ايه حلها ست تعرفي ان انت وحطيتي وديع عند كريم ايه انت دلوقتي انت ما رميتهوش في صحرة ده راح عند كريم عزيز سبحانه وتعالى ده راح عند من هو احن عليه منك انت الا اذا كنت انت بقى اذا علنى على نفسك ان انت بقيت وحيدة لكن هو لو انتز اسماعيني اسماعيني بقى نتكلم بجد لو انتز علانة علشان هو عشان هو مات فورح في النعيم المقيم وان شاء الله ربنا سبح هو لما توفى ابنه مات بعدي ابني عنده 58 سنة مدى الكورونا فشفته في القلم من كم يوم بقول له يا ابني بانده علي قال لي انا مش تلاقي بابا بقول له لي قال لي مش عارب بيجري وانا اجري واروله يا ابني في نبوك يقول لي مش عارب ولا حاجة ولا حاجة مجايز 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 ربنا رد عليهم الشباب وبيرتعوا في الجنة انت يومين قال لك ان هما بيجروا في بعض يعني ان هما مش لاقي في الجنة انا عايزك انا عايزك امي حبيبي انا استنى اكمل لك انا عارب ببكي عليك ببكي على جوزي اول كل حاجة وببكي على ابني لانا كنت عارب جوزي جدا جدا وعشت له خدامة اعطي الجليب ربنا يديم المعروف في حاجة ربنا يديم المعروف ولسه المحبة موجودة هو مرحش للعدم دوا بينك وبينه كده ابواب كتير مفتوحة ادعيله ولما تصلي يقولي اللهم هب مثل سواب صلاتي ده ده انت ست تتشالي فوق الدماغ عشان وفائك وحبك ليه بس خلي الحب ده يخلي يفتح لك باب للسعادة وحسن وحسن الظن بالله مش يفتح عليك باب للكآبة ولا للأحزان خلي حبك ووفائك ليه يساعدك ان انت تبعتي له هدايا تبعتي له صدقات لما تقرأي في المصحف تقولي اللهم هب مثل سواب قراءتي لزوجي وده وطع يكون احسن بلا شك ليك وليه فان شاء الله ربنا يجبر خطرك ان شاء الله ويهديك الى سواق السبيل ويسعدك ويفرح قلبك يا رب ويجعلك ان شاء الله في خير صحة وخير عافية يا سادة النهاردة كانت حلقة اللي ختمنا بها الكلام عن الكلام عن العلاقات علاقاتنا تبقى علاقات منورة علاقات موصولة بالله علاقات محبة وود ونعمة وفضل لما كل واحد فينا يتقبل الاخر في العلاقة ولما كل واحد فينا ما يشوفش انه عنده ميزة على التاني وتكون العلاقة مليانة استواسية ويا سلام لما نختار الاشياء اللي بنتشارك فيها ونعملها مع بعض فتبقى العلاقة كل واحد فينا قيمة اضافية للتاني ويا سلام لما العلاقة ما ننسهاش وما نغفلش عنها وما تتحولش العلاقة الى علاقة ما نكون فنقوم بصيانتها ودايما نغذيها باشياء فيها نوع من انواع الود والفضل والنعمة فالعلاقة تفضل حديثة عهد بربها ويا سلام لما نستثمرها ويكون نستثمرها داد في المجالات الصحيحة ويبقى كل علاقة بيننا هي علاقة طول الوقت بتوسع الحياة وبتنور الحياة وبتجملها ويبقى بالاستثمار العلاقة مليئة بالانوار ومليئة كمان بفيضات الغفار سبحانه وتعالى تعالوا نستثمر علاقتنا ونخليها علاقات بتوسع علينا حياتنا وتخرجنا من دئنا الى سعة رب العالمين يا رب العالمين يا كريم اجعلنا من المستثمرين لعلاقتنا لكي نرى ودك ومددك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجعلنا دائما في ودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اجعلنا من الفائزين واجعلنا يا ربنا ممن أدركوا الليالي العشر وممن أدركوا ليلة القدر يا كريم يا ودود يا رب العالمين